بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله حيي كل من يستمع إلي في هذا الشرح للعبة اليوم موعدنا مع لعبة جديدة للمكوفين اسم اللعبة Cards Alone الكرت الوحيد Cards Alone طبعا هي صراحة في إبداعها وفي وضعها يعني ممكن ما تسير نفس وضع كينغز كورنر زاوية الملك ولكنها برضو تعتبر حلوة لعبة متوافقة بالكامل مع الفويز أوبر مشكلتها طريقة اللعب ممكن الكثير ما يعرفها طريقة اللعب فيها طريقتين لها طريقة النابولية القديمة والطريقة تقريبا الهيروغريفية أو لها مسميات غريبة طبعا بس داخل اللعبة الوضع طبيعي جدا ولها طريقة حلوة ونبدأ نستعرضها سوا لعبة الكرت الوحيد نشغل لكم بالصوت الناطق عشان يطلق الصوت واضح إن شاء الله مستوى صوت 56% تعديل نحن نستعرض لكم اللعبة الآن سوا هذه كاردز ألون الكرت الوحيد أو آخر كرت نقدر نقول نسمي أو لا الكرت الوحيد نسمي الكرت الوحيد نبدأ نخوش على اللعبة سوا الآن بوريكم كيف طريقة اللعبة كيف أنا وصلت إلى مرحلة إني انحشرت في وسط الله بإني خلاص ما قدرت نسوي شيء الآن أول ما ندخل سيقول لك كاردز ألون طبعا شي اسمه يعني ما فيها شيء اللي هي الأنوان عندنا نابوليون اس غريف هذه واحدة من الألعاب هي طبعا تحتوي لعبة على لعبتين في داخلها وهذه اللعبة الثانية هيكس 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 اجن وعندنا أباوت طبعا عن البرنامج نابوليون سلا ندخل أول شيء للعبة اللي أنا ما لعبتها نابوليون اس غريف مو ما لعبتها يعني الآن حاليا هي فاضية نشوف كيف طبعا ميزة اللعبة إنك حتى لو تغفل اللعبة من مبدل التطبيقات حتى لو يغلق جوالك حتى لو ما نعرف إش سير أوكي برضو ترجع تفتح اللعبة تلقى نفسك في مكان ما وصلت هذي أحلى ميزة طبعا في اللعبة ما شاهدتها طبعا في ألعاب كثير ما شاهدتها صراحة ومن زمان ما شاهدت ميزة هذي يعني لدرجة أني أغلق اللعبة من مبدل التطبيقات وأغلق الجوال وأرجع أفتح اللعبة وأشاهد الوضع نفس ما هو وكل شيء على أنا موقفت عليه طيب الآن النابوليون هذي اللعبة هذي إشيئة بالضبط حنننمس من فوق شوفوا الآن أوكي موقورتين مورفيس طيب موقورتين مورفيس طيب موقورتين مورفيس طيب هذي أعلى مربع فوق على اليسار أوكي هي عبارة عن تسع مربعات أوكي الأول شوفوا نورث نورث ويست نورث إست ويست موقورتين ميدل ميدل موقورتين إيست إيست موقورتين شوف وست ساوث ويست وساوث ويست وساوث يعني إش اللي موجود عندنا الشمال شرق وشمال غرب وشمال وجنوب شرق و جنوب و غرب و جنوب و شرق و غرب و المنتصف مانويل طبعا توصل لها باللمس ويست شوفوه الميدل الوصف إيست شرق نورث إيست شمال شرق نورث يقول لك لا يوجد باللغة في هذه المنطقة والجنوب في الفراغ الشمال الشرقي أو في الفراغ الشمال الغربي في الفراغ الجنوبي موقر سانساب موقر سانساب سانساب يقول لك لا يوجد الكارد لا يوجد الكارد بعدين عندنا ماذا عندنا تحت عندنا فوق زر الهوم هناك بعض المشياء أول واحدة عندنا حاجات إشيه كورد أبساي دون إن ميك ستاب هذا مجموعة الكروت كلها موجودة الآن هنا كلها كاملة تقريبا هي 32 ورقة وأكثر والله من يعرف بس هي مجموعة الكروت كلها بكل الألوان موجودة الآن هنا طبعا غير مكشوفة الآن هو اللي ما يقول لك الكلمة هذه هذي مهم مكشوفة عندك هذي وعلى يمينها وعلى يمينها عندك هذي وعلى يمينها وسيلة مساعدة تعتبر تكشف فيها الأوراق تبدأ تكشف فيها الأوراق وتبدأ تحطها وين فوق طيب قبل لنكمل على الكشف وملكش نشوف في حاجات برضو تحت موجودة عندنا باك أندون أو دون زي ما نقول وعندنا هيلب هيلب طبعا ما فيها شيء ها نشوف نجرب خش عليها طبعا يقول باختصار أنه كيفية هذه اللعبة ستجمع الأوراق فوق ولكن عندك وسائل مساعدة طبعا الفراغات الباقية اوكي ايش اللي يسي فيها بالضبط ستجمع الأوراق ولكن ستجمع الأوراق ولكن بطريقة وطبعا اللي هناك الهيكسدن برضو حجمعها ولكن بطريقة أخرى اوكي طيب و بعدا عندك ريستورت لو بترجع تعيد اللعبة مرتين نضغطنا عليها السكن المنزل اوكي نضغطنا عليها لي قلتم عليها هذا ثاني انك باقي انت مكشفت شيء في الورقة ما مغطية الى الآن ايئسف كلبس ايئسف كلبس اوكي طيب قال لك اشتم الاختيار ايئسف كلبس ايئسف كلبس ايئسف كلبس ايئسف كلبس طيب نقول نحطه وين الكرت هذا No Cards in North Tile يعني نحطه في الشمال هو يقول No Cards in North Tile شوفه صار Ace of Clubs in North Tile الإكة السودة صارت موجودة الآن هناك في الأعلى الآن نكشف Court Upside Don't Make Stuck نكشف 5 of Clubs 5 of Clubs نقدر نحطها هنا طبعا هو قال لك تم الاختيار شوفوها صارت هنا شوفو هذه الأوراق الغير مكشوفة الآن وجنبها على يمين على طول 5 of Clubs هاي تعتبر كوسيلة مساعدة لنا مكان اللي نحط فيه الورقة اللي نكشف وما نحن ما نبغاه يعني لسه مو هو وقت لعبه طيب طريقة اللعبة حتجمع كل الأوراق المتشابهة ما بعض يعني هذي مية طريقة مثل طريقة كينغز كورنر لا 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 أنه أسود على أحمر على أسود على أحمر وتحتاج أنك تحفظ الأسماء لا ما يحتاج خلاص خلاص الكلبس حطوا على الكلبس السبيتس حطوا على السبيت الهارت تحطوا على الهارت والدايموند تحطوا على الدايموند هذه تقريبا هي اللعبة اللعبتين بس هنا طبعا اللعبة تبدأ بالإكة وما فيها تكرار إلا مرة واحدة فقط هنا يعني بعد ما يكشف الورق كامل أنت ما قدر تدبر نفسك خلاص كيف طريقة اللعبة عندك أربع مجالات طبعا هي أربع ألوان وأربع أشكال بالضبط أربع أشكال بلونين مختلفة اللي هي الهارت والدايموند والسبيت وال الشي اسمها الشيرية اللي هي الكلبس طيب إذن عندنا الشمال والجنوب والشرق والغرب هذه الأماكن الأساسية اللي أنت تحط فيها الورق اللي أنت تبغى تقعد تجمع فيه طيب عندنا شمال الشرق وشمال غرب وجنوب شرق وجنوب غرب أوكي هذه مع المتصف طبعا هذه وسائل مساعدة لك عشان تضع الأوراق اللي تحس إنها قريبة خلاص على وشك يعني أنا الآن حطيت الفوق حطيت الإكة الشيرية فوق في الشمال مزبوط و نعتبر أنه باقي المربعات مليانة طيب المفروض هنا في الشمال الشرقي موقر تسنورفي استقيل شوفو الشمال الشرقي أو الشمال الغربي موقر تسنورفي استقيل أوكي مثلا أحط حاجة أحس إنها قريبة يعني أحط الثلاثة الثلاثة الكلابس أوكي الثلاثة الكلابس أو الأربع الكلابس أحطها هنا ليش لأنه بعد كذا حين و أنا قاعد أكشف الورق الآن هنا tungst جوح الكلابس الثلاثة 2 غربي أيضا الثلاثة لأبن continually الثلاثة ثم order الثلاثة 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 ثلاثة الكلاف نحطها على إكا الأربعة تكون قناة قريبة جنبنا الأربعة والخمسة ولا عرفتوا علي بس تحاول انك ما تحشر نفسك أبدا لأنه في أي وقت ممكن توصل لبرحلة انك تنحشر ما عد تقدر تسوي أي شيء بعدين تكرار هذه النابوليون طبعا هي فيها صعوبة حتى معي أنا والله صعبة شوية تكرار الورق لمرة واحدة فقط هذه المشكلة ولكن نقول باك شوفوا الهكسدن هذه اللعبة الثانية طبعا نفسها برضو زي ما قلت لكم نفس الوضع شوفوا هذه أحلم فيها صراحة التكرار مرتين ولكن العيب انها فيها فقط ستة خانات وليست ثمانية ستة خانات وبعدين جاية كده غريب على شكل وردة يعني كيف جاية هذا الأول شوفوا الآن كيف جاية جاية شمال وجنوب وشمال شرقي وشمال غربي وجنوب شرقي وجنوب غربي شرق وغرب ما فيها حلو يعني فيها ستة زي ما نقول ستة على شكل وردة يعني ما تمشي بشكل دائري هتوصل لكل الخانات اللي نبغى نعرفها الآن شوفوا أنا هنا وصلت لمرحلة أني جمعت من عند الشابة إلى الأكا شوفوا مثلا هنا مجمع من الشابة إلى السبعة في السبيت شوفوا الشابة الهارت من الشابة إلى السبعة وصلت الجودي عليه ثلاث الثالث 4 of Diamonds 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 يعني انا مجمع هنا من ال 4 of Diamonds من ال 4 of Diamonds إلى ال 4 of Diamonds شوفوا وصلت عن المرحلة اني وصلت لل 4 of Diamonds خلاص معد باقي شيء كان عندي وسيلة مساعدة شمال شوفوها 8 of Diamonds 8 of Diamonds 9 of Diamonds 6 of Diamonds 2 of Diamonds 12 of Diamonds انتو لو تسمعون وتلاحظون معايا شوفوا 12 6 يعني زي اللي قاعد يوصف لك كان عقارب الساعة يعني لو تلاحظ معايا كانوا يقول لك على عقارب الساعة شوفوا هنا مثلا 2 of Diamonds 12 of Diamonds 12 of Diamonds يعني كأنك في عقرب الساعة رقم 12 عندك 2 of Diamonds 2 of Diamonds شوفوا الان هنا عندي لا يوجد مكشفة الاوراق اللي المفروض اني انا اكشفها كشفتها كاملة ولكن الى الان ما وصلت لمرحلة اني اجمع كل الاوراق عشان افوز كل الاوراق هنا كلها الان مكشوفة هنا الان شوفوا وسائل المساعدة اللي انا حطيتها فوق المشكلة هي الك والاثنين طبعا هذا غلط مني المفروض اني ما احط الاكا والاثنين فوق كوسائل مساعدة شمال وجنوب او في عقارب الساعة 12 و 6 المفروض اني احط حاجة تكون قريبة يعني اني اني احط في الخمسات او الستات حاجة من الستة على اساس انه من يما تطلع السبعات شوفوا حطيتها المفروض الحين ابدأ احط الستات وتنحل معي اللعبة يعني باختصار اللعبة انت هتجمع عندك من الشيبة من الكنج الان الاكا او الواحد وبنفس اللون وبنفس الشكل يعني ما هتدوشكم مثل كينغز كورنر وغيرها لما تقول اسود الاحمر و احمر الاسود او طبعا ممكن غيركم يرى انه اللعبة يعني ممكن البعض يرى انه اللعبة يعني ما هي نفس نظام كينغز كورنر او ما فيها حماس وبرضو عساس انها ما عليها لعبة على الجيم سنتر ولكن حبينا نشرحها لكم ممكن في ناس يستمتع في اللعبة كينغز كورنر لانه بيت لخبط هناك في الالعاب الكنجز كورنر وغيرها بالالوان و بالاشكال فهذه اللعبة ما فيها لخبط لها بلون ولا بشكل ولا بايشي انت هتسمع نفس الكلام هتسوي يعني الديموند تحطوا على الديموند الهارت تحطوا على الهارت والكلابس تحطوا على الكلابس و الهارت تحطوا على الهارت فقط اهم شي انك تعرف بس الترتيب من الشابة الين الايكا تقريبا هذي هي كل اللعبة حبينا نشرحها لكم كاردز الون الكارت الوحيد اتمنى ان يكون الشرح واضح يعني صح انه مختصر شوية ولكن لانه يعني ما حسيت انه يعني يبغانوا دي كده وشي يعني هو كل الوضع تجميع فقط عندك لعبتين داخل هذي اللعبة نفسها هي لعبتين طبعا النابوليون والهيكسدن الهيكسدن طبعا اسهل لكم و افضل الهيكسدن زي ما نقول الهيكسدن طبعا فيها ستة خانات والنابوليون فيها دسع خانات الوضع كله تجميع فقط بالترتيب تجمع من و الى من الاكة الى الشيبة او من الشيبة الى الاكة وتخلي بقية الفراغات كوسائل مساعدة لك طبعا في النابوليون حيصير لعبك في شمال الجنوب وشرق وغرب وبقية الفراغات كلها وسائل مساعدة في الهيكسدن حيكون لعبك في شمال شرق وشمال غرب والجنوب شرق والجنوب غرب والشمال والجنوب فقط هي وسائل المساعدة طبعا ما فيها شرق وغرب ابدا هي كلها ستة خانات بس هذا كل اللي حبيت يقوله باذن الله اي استفسارات اي شيء برضو انا معكم قلبا وقالبا و كان معكم في هذا الشرح اخوكم ماجد السبعي اتمنى باذن الله ان يكون الشرح واضح وسلس نلتقي في شروحات اخرى باذن الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة